السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي يسعدني أن أجدد الترحاب بكم في حصة جديدة من حصة التعلم عن بعض حصة اليوم أحبائي هي تتمة للحصة السابقة هل تذكرونها؟ إنها الحصة التي تطلقنا فيها لأسلوب الاستفهام ولكن هذه المرة سنتناول أدوات استفهام أخرى لهذا تابعوا معي جيدا الهدف من هذه الحصة هو أن تكون عزيز المتعلم عزيزة المتعلمة قادرين على تمييز أدوات الاستفهام التالية أين؟ ماذا؟ متى؟ وأن تكون قادرين أيضا على توظيفها توظيفا سليما لا بأس صغاري أن نسترجع معا مفهوم الاستفهام في هذه الحصة أيضا كي يترسخ لديكم المفهوم جيدا لهذا لاحظوا معي الصورة التالية ماذا ترون فيها؟ جيد إنهما فتاتان ماذا تحمل الفتاة التي ترتدي ملابس زرقاء؟ أحسنتم إنها تحمل عصفورا صغيرا وكيف تبدو وهي تحمله؟ جميل تبدو مندهشة كأنها تراه لأول مرة هذا يعني أنها عثرت عليه في مكان ما وهذا ما ستحاول صديقتها معرفته فماذا ستقول لها يا ترى؟ فكر جيدا صغاري إن أرادت أن تسألها عن المكان الذي وجدت فيه العصفور ماذا ستقول لها؟ رائع ستقول لها أين وجدت هذا العصفور يا صديقتي؟ أين وجدت هذا العصفور يا صديقتي؟ والآن صغاري سنلاحظ الصورة الثانية ماذا تشاهدون فيها؟ أحسنتم إنها أم وطفلتها ماذا تفعل الأم؟ جيد إنها تطبخ وماذا تفعل الطفلة؟ جيد إنها تراقب الطعام الذي تحضره أمها وكيف تبدو الطفلة وهي تراقب الطعام؟ جميل تبدو متلهفة لمعرفة الشيء الذي تطبخه أمها في نظركم صغاري كيف ستعرف ذلك؟ أحسنتم ستسأل أمها عن الشيء الذي تطبخه ماذا ستقول لها؟ رائع ستقول لها ماذا تطبخين يا أمي؟ ماذا تطبخين يا أمي؟ والآن صغاري سنراحظ آخر صورة لدينا ماذا ترون فيها؟ أحسنتم إنها أم تحضر مائدة الطعام من يساعدها في ذلك؟ جميل ابنها وابنتها يساعدانها في من يفكر الإبن؟ جيد إنه يفكر في والده ولماذا يا ترى؟ أحسنتم ربما ينتظر عودة والده إلى البيت بفارغ الصبر وهذا ما سيجعله يسأل أمه عن موعد عودته ترى ماذا سيقول لها؟ فكر جيدا صغاري رائع سيقول لها متى سيعود أبي إلى البيت يا أمي؟ متى سيعود أبي إلى البيت يا أمي؟ صغاري في هذه الحصة أيضا لاحظنا أن أشخاص يطرحون أسئلة على أشخاص آخرين وينتظرون منهم إجابات وهذا ما يسمى بأسلوب الاستفهام إذن أسلوب الاستفهام هو عبارة عن أسلوب يسأل به المتكلم الشخص الذي يخاطبه ويريد منه إجابة عن سؤاله وذلك باستعمال عدة أدوات نذكر منها ماذا؟ وتستعمل للسؤال عن الشيء متى؟ وتستعمل للسؤال عن الزمان أين؟ وتستعمل للسؤال عن المكان والآن صغاري سأعرض عليكم أنشطة تقويمية ستنجزونها في دفاتركم المنزلية كالعادة وستبعثون لي بها على الخاص عبر تطبيق الواتساب لا تنسوا صغاري عليكم أن تنجزوا جميع الأنشطة دون استثناء مع التركيز والانتباه الجيدين وفقكم الله سأعرض عليكم أول نشاط المطلب منكم أحبائي في هذا النشاط أن تصل الأسئلة على اليمين بأجوبتها المناسبة على اليسار بواسطة خط طبعا النشاط الثاني المطلوب منكم صغاري في هذا النشاط أن تلاحظوا الصور جيدا وأن تختاروا أداة الاستفهام المناسبة لإتمام الأسئلة المطروحة فهل أنتم مستعدون؟ حسناً فلنلاحظ الصورة الأولى ما هي أداة الاستفهام المناسبة لإتمام هذا السؤال؟ تسقي الفتاح ننتقل الآن إلى الصورة الثانية وما هي أداة الاستفهام المناسبة لإتمام هذا السؤال؟ تعود من المدرسة يا بني ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة ما هي أداة الاستفهام المناسبة لإتمام هذا السؤال؟ يلعب الأطفال بالحبل والآن سأعرض عليكم النشاط الثالث والمطلوب منكم في هذا النشاط أن تقوموا بإتمام الأسئلة الآتية بأداة استفهام مناسبة من بين الأدوات التالية متى؟ ماذا؟ أين؟ النشاط الرابع سيتم طرح سؤال عليك في هذا النشاط مع إجابتين مختلفتين وأنت ستختار الإجابة الصحيحة للسؤال وتضع علامة أمامها السؤال يقول ماذا أهديت لأمك في عيد الأم؟ الإجابة الأولى رافقت أمي إلى منزل جدتي الإجابة الثانية أهديت باقة أزهار لأمي في عيد الأم السؤال الثاني أين وجدت قلمك؟ الإجابة الأولى وجدت قلمي بين صفحات الكتاب الإجابة الثانية القلم جديد السؤال الثالث متى يحرث الفلاح أرضه؟ الإجابة الأولى يسقي الفلاح أشجار الحقل الإجابة الثانية يحرث الفلاح أرضه في فصل الخريف النشاط الخامس والأخير في هذا النشاط صغاري ستقومون بصياغة أسئلة لبعض الأجوبة طبعاً مستعملين أدوات الاستفهام التالية ماذا؟ متى؟ أين؟ الأجوبة كالتالي الجواب الأول سلمتني أستاذة لائحة الأدوات المدرسية الجواب الثاني التقيت بصديقي في الحي الجواب الثالث نذهب إلى الشاطئ صيفا صغاري لا تنسوا وضع علامة الاستفهام في آخر السؤال بهذا النشاط نكون قد أنهينا حصة اليوم لهذا أودعكم صغاري على أمل اللقاء بكم في حصص أخرى إن شاء الله إلى اللقاء